هون الرسول بولوس عم بركز تقريبا بإصحاح كامل في أفاسوس على الحرب الروحية وبيعطينا يعني شو هي الحرب وبعض الصور يعني نعرف العدو بتاعنا وازاي بيشتغل وكيف بيعمل وبنفس الوقت بيعطينا الطريقة اللي احنا ممكن ندافع أو نحامي عن أنفسنا لكن فكرة الحرب الروحية اشرح لنا عنها أكتر شوي أسيس يعني قبل ما أكتر نركز على المكايد بلا مبالغة في النص اللي قرناه في أفاسوس الستة واضح ورؤساء هذا العالم ولاد هذا الدهر فواضح أني فيه تخطية لإبليس وفيه حرب روحية منظمة وزي ما قلنا كلمة مكيدة هي مناورة فهو عنده خطط عنده خطط عنده مناورات وعايز يدخلنا فيها ومن اللحظة اللي بنعرف فيها المسيح بتبدأ الحرب الروحية بتبدأ كلنا كلنا اكتازنا في دي أساس نظار وكلنا دخلنا في الحروب ومرات بننتصر ومرات يشدنا لتحت إلى آخره فالحروب شغالة الحرب الروحية طبعا لما نقول الحرب الروحية هي حرب مش مع لحم طبعا لأن الناس تفهم حرب بسلاء تعمل من خلال هذه الكائنات الروحية طبعا وبعدين بيتكلم عن المصارعة حبيت المصارعة هي مواجهة طبعا يعني كأنه بيقول أنت فيس تو فيس مع العدو يعني ذكرتني في أيام الملاكبة أنت فايز صح وعند بتفوت عشان يعني بتواجه الخصم بتاعك هي فعلا كلمة مصارعة بتعني اشتباك بالأيدي صح فتعني الحرب قريبة جدا تلاحو اشتركوا في القناة